تفضل وعليكم السلام من وين أنت؟ من ليبيا؟ نعم ياهلا بك ياهلا وسهلا سني من أبنى عائشة الحمد لله طيب ياهلا بك ياهلا وسهلا ما هو الدليل على أن عائشة شريفة في القرآن بآيات لا تقبل التأويل ولا الرد ماذا تريد؟ ما هو سؤالك؟ ما هو الدليل من القرآن فقط على أن عائشة شريفة بآية صريحة لا تقبل التأويل ولا الرد الله عز وجل عندما خاضل الناس في عرضها سمى هذا الخوض بالإفكي فقال إن الذين جاءوا بالإفكي أصبت منكم لا تحسبوه شضر لكم بل هو خير لكم فسمي هذا الخوض في عرض عائشة رضي الله عنها بالإفكي بالإفكي كما هو معلوب للكذب والافتراب وأخبر الله جل وعلا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بس شوف شوف بس دقيقة بس دقيقة أنا مستعد أن طيك ساعة للنقاش جيد لأن حتى اليوم أنا لازم بيدي ورقة وقال مريضة يعني أنت لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا سيد الفارب يعني أنت تقيم دينك كله على امرأة ماتت منه إن شاء الله إن شاء الله جايك جايك الآن الأخوة جاي شوه لك إن شاء الله إن شاء الله جايك شوف شوف غير المؤمنين بس آية آية حتى احنا نرد عليها الآية الأولى إن الذين جاءوا بالإفك والآية الثانية ما عرف أجل قلت أزواجه ما عرف آية آية حتى ارد فأنت جنابك الكريم استذلت بالآية الأولى على الذين جاءوا بالإفك أن الخوض بعرض نساء النبي هو شيء أن الله قد حرمه هذا تلك هي ليست مسألة خوض ها أنت قلت قد قلت لأن فيه كذب وفيه افترا لو صحت رواية أن عائشة امرأة مبرأة أو مطهرة في رواية الإفك فتلك حادثة وقع فيها إفك صحيح لو صحت فإفك صحيح وعليه إفك صحيح لكن هذا الإفك الصحيح ومثابة شيء مؤقت حصل معها لا يجر إلى مماتها لا يجر لا يفعل هذه الحركة لماذا؟ لأن مثلا إحنا عدنا آية بالقرآن تقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم كلمة إن اتقيتم هي كلمة واضحة وصريحة للبحث في سيرة نساء النبي لماذا؟ لأن الله عز وجل بعد سيد البلاغة من المفترض أن يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم أو ما اتقيتم اللي عجبة شن سوي كيف شن نقول هذا كلام واضح أما كلمة إن اتقيتم هذه تفتح أبواب لماذا الله عز وجل هدد نساء النبي بكلمة إن اتقيتم ثم جاءت التهديدات الأخرى من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف له لحظة الضافين لماذا؟ ما هو السبب؟ السر هو هذا أن الله فتح لنا الأبواب في أن نخوض بعرضها نخوض بعرضها هذا الخوض أو هذا الخوض مثلا هذا الخوض بعرضها هو خوض أو خوض سميه ما شئت إما يكون من مصلحتها لنتأكد هي من النساء اللات التقينة فنقول رضي الله عنها وأرضاها وإما هذا الخوض يدخر جلنا قضايا منحرفة قضايا وصخة قضايا قذر روايات جنسية فنقول هي ليست من اللات التقينة فالله عز وجل هو فتح باب الخوض في عرضها وفي شرفها حتى نتأكد هل هي من الذين إن اتقيتم أم غير متقية فلابد أن نتأكد وعليه نعود إلى رواياتها مع الرجال المجنبين كما جاء في صحيح البخاري ومسلم ونكتشف أنها إمرأة غير متقية فلابد أن نخوض بعرضها لنكتشف كما نتكلم الآن في دين السنة لا أتكلم كشيعي أبدا اليوم كلامي وياكم مئة بالمئة كسنة وهو دائما طبعا هذا الآن أنا أتكلم كسنة فلابد أن نخوض بعرضها وأن نبحث في عرضها وأن نفتش لنرى هل فيه فحش هل فيه خبث هل فيه انحراف لنقول هذه منحرفة لم نجد هناك شيء نقول هذه امرأة شيء عفيفة روحي رضي الله عنك وأرضاكي فإذن الله عز وجل أشار إلى هذه النقطة بكلام أن تأتي بفاحشة وبكلام أن ممكن أن تكون امرأة غير متقية فهذا ليس دليل واضح وصريح من القرآن يثبت براءته وشرفه وطهارة عائشة هل لديك دليل ثاني من القرآن يثبت أن عائشة شريفة وعفيفة لا يقبل الرد من عندي ولا يقبل تأويل ثاني هذا ليس دليلا بالنصب لا بضفع أنت لا تتقن للغة العرب أنت معي تفضل الكلام إليك وهذا خطأ خطأ أن حوي لا يقع فيه إلا أحمق مثلك على كل حال أنت معي هل تريد أن ألعن عائشة لا 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 أنت تزيد على نفسك وجدا لا أنا إذا لعنتها بسببك فأنت المسؤول إذا لعنت عائشة بسببك أنت المسؤول علماء السنة أفتو إذا حرض السنة الشيعي على لعن أم المؤمنين وعرسه فهو مأثوم لأنه شارك في لعنها فأنت الآن جنابك الكريم جالس تتجاوز عليه وأنا ما متجاوز عليك هل تريد أن ألعن عائشة وتتحمل هذا الذنب أنت؟ أخي صبرا صبرا فهو ليس مأثوم فهو آثم لا تقول مأثوم مأثوم هل يشتن؟ أحسنت أحسنت يشتن ويأكن وإن الكتابة قد أخطأوا بالكتاب بالمصحف كما قالت عائشة أحسنت فأنت جنابك الكريم من تريد لا تتجاوز يعني حاول تطلع أخلاق نبيك الوصخة في صحيح مسلم باب من سبه أو لعنه وهو ليس أهلا لذلك أنا الآن ما أستحق السبني لا أنا سابك لا أنا متجاوز عليك فليش تتجاوز علي يعني ليش تمشون على أخلاق نبيكم ليش خلوكم على أخلاقكم الطبيعية وهي أن لا تسبوا الناس الذين لا يستحقون نبيك كان مخبل مجنون يهجر يسب الناس في صحيح مسلم باب من سبه أو لعنه وهو ليس أهلا لذلك أنت لا صير مثله أنت صير أحسن منه صلى الله عليه وسمسم حاضر أحسنت حاضر يقول حاضر صير أحسن من عنده هل لديك آية ثانية تثبت بها شرف عرض عائشة طيب أنا أعتذر منك على قولي أحمق طيب طيب شكرا إلك لأنك أخس من الأحمق الأحمق هذا شريف أمامك يالله تفضل أخلاقهم قباح قباحك الله طيب نكمل الآن نتكلم آنه شوف هذه أخلاقهم مو بيدة نعم نعم مو بيدة أخواني مو بيدة والله العظيم مو بيدة عائشة أمهم كانت معروفة معروفة بالتجاوز والله العظيم معروفة لسانها كان جدا صليط بالسب جدا تسب تسب يعني تسب بالأعضاء أصلا أبو بكر هذا خب أمصص ببضر الله نبيهم عمر يعني هم معروفين هم معروفين بالسب هم معروفين دين وسخ الدين وسخ فلعنة الله على عائشة الزانية الله أكبر الله أكبر لا تزيد عائشة إلا رفع ولا تزيد نفسك إلا ذلا وخصة تعرف وين ضرب وشكت حيشية ما تأذى سبيت نبيه ولا يمه بس قلت عائشة رب رب أحتاج تفضل أخي الكريم عموما نحن نكمل كلامنا بطريقة علمية ونقول لعنة الله على عائشة الزانية تفضل الحمد لا هذا الكلام لا يزيد عائشة تقول الحمد لله طيب هذه نعمة نعمة طيب هل لديك الاتصال صار كلنا أخي الله شكرا لك شكرا لك